ورحمة الله وبركاته الاتهامات تطارد كولر ومودست وربيعة وتعيد عبدالقادر وسليم جوميزيو قدم اوراق اعتماده قائمة الزمالي كمامت ريمز بالكونفدرالية نبتدي بالاتهامات اللي بتطارد كولر وحنا زي ما قلنا لكم كولر من زمان نادي الاهلي كان فقد الثقة فيه وكان هيمشي جات معاه بالحظ نتيجة لقاء القمة تسببت في تصدير حالة من الاحباط داخل مواسقر الفريق الاحمر دايما يا رب حيث تم توجيه سهام النقد الى المدير الفني السويسري مارسيل كولر والذي تم اتهامه بتعالي بعد ان ادخر عمر السلية ورد سليم وسام ابو علي طوال الشوت الاول من لقاء القمة امام الزمالك بجانب الابقاء على قهربة بجانبه على دكة البودلاء حتى قبل نهاية المباراة بدقائق بعد تلقي هدف المباراة الثاني عن طريق سيف دين الجزيري ليما هنزلوا في الاخر يا ولاد الحلال ووقع في الارض وخذ اللقطة يعني كان ينزل من اول المباراة هيقع برضو في الارض فما ليش لازمان هتقعدوا تفلقونا بكهربة كما طالت الاتهامات المهاجمة الفرنسي انتوني مودست والذي لم يكن له اي تواجد طوال مشارقته في الشوت الاول من لقاء القمة بجانب لعب المدافعين خاصة رامي ربيعة ومحمد عبد المنم المسؤولان عن هدفه الجزيري طبعا وكان مفروض يتطرده بجانب الاخطاء التي ارتكبوها وكادت ان تؤدي الى الهزيمة بنتيجة سقيلة لو لا تدخل تقنية الفيديو لو لا محمد عادل ولولا ابراهيم نور الدين تقنية الفيديو ما دخلتش غالص لو تقنية الفيديو كانت بتتاخد كانوا اتطردوا ثلاث لعيبة وكان الزمالك حزامكم بأربعة ولا خمسة في لعبتين رامي ربيعة مع زيزو وسيف الدين الجزيري كويس انكم عارفين ادارة النادي الاهلي برئاسة محمود الخطيب كعادتها في مثل هذه المواقف التزمت الصمت على طول هو صامت حيث تم الاتفاق مع مارسي الكولر على غلق ملف بطولة الدوري والتركيز في الاستعداد لمبراتة ايمان زنبي خاصة لقاء الذهاب الذي سيقام في معقل الفريق الكنغولي مع السعي لتجهيز اللاعبين المصابين خاصة مروان عطية وامام عشور وحسين الشحات الذين تأثروا الاهلي بغيابهم في لقاء القمة امام الزمالك يا رجل ده هم شربة زيكم كده زي بقية العيبة امام عشور اللي بيطير على الكورة وياخد التسلل فما تحسسوناش كده انكم فقدتوا العيبة يعني ما حصلتش في لقاء تأثر الاهلي بغيابهم في لقاء القمة امام الزمالك كما تقرر منح الفرصة كاملة لرد سليم واحمد عبدالقادر الذي منحوها دفع فيها الزمالك قبلة الحياة من جديد احمد عبدالقادر كله عارف طبعا ان هو لاعب ممتاز ولاعب مميز وان يكون احسن لاعب في النادي الاهلي فوز الزمالك يمنح قبلة الحياة للجزيري وعبد المجيد وجابر والزناري وجوميز يقدم اوراق اعتماده واكتشاف متابعة الطفل الشعي في معذكر القلعة البيضاء جاء فوز الزمالك على الاهلي ليمنح الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزي جوميز واللعبين دفعة نفسية هائلة قبل مواجهة دريمز الغاني في نصف نهائي كأسة الكونفدرالية الافريقية وعطى الفوز قبلة الحياة لعدد من جوم الزمالك الذين كانوا يتعرضون للنقد طوال الفترة الماضية زي ما قلتلكم منهم سيف الدين الجزيري خاصة عريس اللقاء سيف الدين الجزيري صاحب هدفي الفريق الابيض في القمة ومع هسام عبد المجيد ومصطفى الزناري وعمر جابر وسيف جعفر واطفل الشعي ترافيس موتيابا كما ساهم فوز الزمالك في حصول الصفقات الجديدة التي سبق لها اللعف الأهلي عبدالله السعيد وناصر ماهر وأحمد حمدي على ثقة كبيرة تساهم في تثبيت أقدامهم بعد أن كان هناك من يشكك في مدى استفادة الزمالك من إمكانياتهم خاصة بعد ضياع كأس مصر أمام الأهلي كلنا فاكرين الأخ اسمه إيه ده؟ المستكاوي ومتحة شالبي بتاع هلا هلا لما مسك عبدالله السعيد سابوا الماتشة خالص ومسكوا عبدالله السعيد الطعو انت شايف عبدالله السعيد؟ انت شفتوا لمسكة مكورة كل ده لشان يوقعوا عبدالله السعيد فان شاء الحمد لله السقة رجعت للعيبة من تاني ونجح الخواج البرتغالي جوزي جوميز في تقديم أوراق اعتماده كمديرة فنية للفريق الأبيض حيث ارتفع سقف طموحات عشاق القميص الأبيض في أن ينجح جوميز مع الزمالك في الوصول إلى منصات التتويج والفوز ببطولة كأس الكونفدرالي الأفراقية والتي بات الفريق على بعض خطوتين منها بعد الوصول إلى الدور قبل النهائي ووجهة دريمز الغاني ان شاء الله بإذن الله ولم يسلم جزء من الانتقاد رغم الفوز حيث أكد المحللين أن الخواج البرتغالي أخطى في تغيير السلاسي عبدالله السعيد ونصر ماهر وأحمد حمدي خاصة تغيير السعيد ومشاركة سيد عبدالله نيمار حيث أعطى الفرصة لفريق الأهلي في السيطرة على مجريات الأمور في أشرط الثاني والعودة إلى اللقاء بهدف عبدالقادر وطلب مسؤول نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب غلق ملف مباراة القمة والاستعداد لمباراتي دريمز الغاني مع تجهيز المصابين الذين انضم إليهم أحمد سيد زيزو وأحمد فتوح بجانب شيكبال أو مصطفى شلبي ومحمود علاء ومحمود حمدي الوانش وتجهيز بديل للسعيد وناصر ماهر وسيف جعفر الذين لا يشاركوا مع الزمالك أفراقيا لسابق قادم مع بيراميز وفيوتر وبعثت الزمالك في رحلة غنى لخوض لقاء الإياب أمام ديرينز قرر مجلس إدارة نادي الزمالك سفر بعثة الفريق الأول لقرة القدم إلى غنى يوم الخميس المقبل بطائرة خاصة استعدادا لخوض مباراة إياب نصف نهائي كاسة الكونفدرالية الأفراقية أمام ديرينز الغاني والمقرر لها يوم 28 إبريل الجاري ويأتي ذلك من أجل توفير سبل الراحة للفريق قبل المباراة المرتقبة أمام بطل غنى ويسعد الفريق الأول لقرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة ديرينز في السادسة اليوم السادر القاهرة الدولي قائمة الزمالك لخوض اللقاء تضم كل منه حراسة المرمى محمد عواد محمد صبحي ومعاز علاء الدين خط الدفاع حمز المسلوسي وحسام عبد المجيد ومصطفى الزناري وياسر حمد وسيد عبدالله نمار خط الوسط نبيل عماد دونجا ومحمد شحاتة أحمد حمدي وزياد كمال وطرافز مجيبة وإبراهيم نداي ومحمد عاطف ومهابي ياسر ومحمود عبدالرازي الشيك كبالة مصطفى الزناري وأحمد مصطفى عزيزو وخط الهجوم السيف الجزاري وناصر منسي واسم سناكينولا نتمنى التوفيق كل التوفيق لنادي الزمالك إن شاء الله نادي الزمالك يوم تانا إن شاء الله تبقى مباراة ممتعة ويفوز الزمالك بإذن الله بالكم فدر تحية كبيرة لنادي الزمالك العظيم تحية كبيرة لجمهوره المحترم